مقالي ومقاله زهبيات الصدفة ايوه احنا وصلنا لهذا الرقم من الميداليات في دورة العاب البحر المتوسط في مدينة وهران الجزائرية قفزنا للمركز السادس عندنا طموحات في اكتر من ميداليا جاية وصلنا حتى الان 49 ميداليا منها 13 دهب و14 فضة و22 ميداليا برونز بس الغريب جدا اما ترجع شوية الورا ومش كتير اليوم 5 مايو تلاقي اللجنة الولمبية الموقرة المسؤولة عن ادارة الرياضة مسؤولية كاملة انطلاقا من رغبة بعض الاتحادات او معظم الاتحادات الرياضية ما كانتش عايزة تسافر الدورة دي اصلا الاتحادات اللجنة الولمبية معبرة على الاتحادات هل معبرة يعني اه يعني الاتحادات خايفة تسافر هلائي اللجنة الولمبية الموقرة في 5 مايو على فكرة ده نشر في كل المواقع والجرائد وتكلموا فيها لانه كانوا بيلحوا على الوزارة بلاش نسافر اللجنة الولمبية تدعو الاجتماع طارق وتدرس الاعتذارة عن دورة البحر المتوسط ده كلام يا جماعة في 5 مايو عشان لما الناس تركب الموجة دلوقتي وتركب في الفرح تعرفوا الرياضة بيتخطط لها ازاي هلاء اللجنة الولمبية في 5 مايو كما نشر في معظم الصحف ودي من المصر اليوم دع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الولمبية مجلس الادارة لاجتماع طارق بداية الاسبوع المقبل لحسم قرار الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر اقامتها في وهرانب الجزائر بعد شهر ونصف الشهر من بدر او عايزين يمشوا جاءت فكرة الاعتذار بناء على الطلب عدد من الاتحادات الرياضية التي أبدت غضبها من انعدام الدعم الخاص بالدورة بخلاف ضيق الوقت وعدم الاستجابة للطلبات الاتحادات المختلفة مؤخرا رغم تكرارها وجاءت ردود اللاجنة على مدار الاسبوع الماضي لتؤكد ارسال ما يفيد بالتأخر في ارسال دعم للمتوسط من قبل وزارة الشباب والرياضي على الوزارة كمان متأخرة في خطاب رسمي للوزارة في بداية مارس الماضي دون ان يصل رد من قبل الوزارة سلبا او ايجابا كما يتطرق الاجتماع الطارق لمجموعة من الملفات المهمة منها الاضرار ببرامج الاعداد لبريس عشرين اربعة وعشرين وما يترتب على ذلك من اثار سلبية تضرب الالعاب الفردية والجماعية معا وهو ما تسببت فيه الوزارة ايضا بتأخر دفعات الدعم المقررة والمتفق عليها مع الاتحادات واللجنة الولمبية الكلام اللي انت بتقوله ده شديد وخطورة لان الحقيقة وانا بتأمل النتائج قد تبدو براقة انت بتفرح بالمديلة الداب لما تتحقق ولم يحصل لك مفاجأة غير متوقعة بنت من المجهول لم يسمع عنها احد وقيل انها كانت مصابة في اكثر من المناسبة وهي بتسخن كده تكونها التشريحي والجسماني انا كنتش عارف انها مصرية قلت البنت دي عاملة زبطلات امريكا شمال امريكا كمان لا التكون العضلي انا قلت دي حاجة زي بتوع لاتين امريكا وامريكا وكده تضع انها بنت مصرية في مفاجأة شديدة يعني اسعداتنا جدا الارقام اللي حققتها مش بس بتقول انك تفرح بالميداليات ده انت عندك بنت بتعمل 11 عشرة وتكسر رقمين قياسين هي دي من ثمرات رعاية القوات المسلحة للابطال ما هو لازم اي بطل حتجد وراه جهة ملتزمة يعني طلع كده القوات المسلحة ثم النادي الاهلي من الموضوع وقل لي ايه الميداليات اللي كنت ممكن تحققها لكن بالتحديد في الكلام اللي بيجاوبني على الكلام اللي انت قلته لان كان عندي تساؤلات كنت اشعر ان احنا مش رايحين باقوة حاجة يعني انا بتابع الرياضة فعارف مثل في رفع الاسقال هو في ايه فين محمد ايهاب كان موقوف بس خلاص يقافوا تفاك والراجل خد لطمة انه مش هشترك واعلن اعتزال في باريس لكن البطولة دي لو جات له كانت حتوب اقول لاتي الحياة فالنهاردة كاتب تويتها يقولك اتضحك علينا جينا نشترك قالولنا اللعبة اللي فيها من ست دول الميزان بتاعه مش هشترك ويفاجأ ان فيه ميزانة لعب فيه خمس دول مما اضاع على مصر اربع ميداليات بس في رفع الاسقال مؤكدة كمان تشعر انا شفت لعبنا النهاردة اسمه احمد علي اعتقد عشور ولا احمد عشور ولا علي عشور احمد عشور اه تكوين بدني هايل دخل على بعد كل الناس محطة ده دليل انه بيرفع اكتر من الرقم اللي اخفق فيه ده بمراحل لكن واضح انه مش مستعد سيقته بنفسه كان يجي يرفع ويريح لمدة طويلة والمعالي قوله ارفع بقى عشان ما ترهقش نفسك اهو ابننا ده واضح انه يعني كان يقدر مثلا يحط عشرة كيلو على الرفعه ده كان يضمن اتنين ده بيتين تشعر بس فيه اتحادات عملت اللي عليه اتحاد السلاح عمل اللي عليه برضو الكاراتي والالعاب الفردية انا عرف حتى الشكوى من عدم كفاية الصرف وتأخر وشكوى الاتحادات اللي عالج الموقف ده المشروع القوم بتاع القوات المصليحة كان مجيهز لك ليه لانك عندك ستة واربعين لاعب من هذا المشروع جابوا اتنين وعشرين ميداليا ايوه نص الميداليا اه ده اللي حق بنت زي سارة سمير دي كانت مدة بعيد ترجع جابت لنا اتنين دهب يعني تحس ان هي تفراد فردية وراها رعاية مش طبيعية من جهات زي ما انت بتقول كده مشؤولة مشروع قوات المسلح اه ابطال النادي الاهلي اعتقد ان احنا كنا من الممكن جدا في الجلة تحديدا لو الاصابة ابننا الجمل كنا نقدر بدل البرونز نجيب دهب ايهاب عبدالرحمن الذي اريد ان اتوقف امامه اللعيب ده لو جاب رقمه هو كان جاب تسعة وتمانين قبل ما يتوقف ايقاف المشؤوم ده ولكن بعد ما رجع وصل لانه جاب تلاتة وتمانين هو مش جاهز برضو فجاب اول رامية اربعة وسبعين وشوية حطته في المركز التالت اخر رامية جاب فيها تمانية وسبعين حطته في المركز التاني كنا نأمل في ميداليا زهبية لكن احييه وقول له من هنا انا كنت شاعر وانت شايفه كده وزنه زايد مش عضلي مش النمط العضل اللي انا متعود اللي كان عليه لا فيه تراهل ده لازم يجهل يا اخواننا كل دي مشاريع ابطال وميداليات عالمية احنا عندنا ابطالنا الصاعدين هم اصحاب المفاجهات السعيدة لانهم كلهم راجعين من مصابقات دولية وعالمية الفروسية فاجئتنا ولو نشوف سوريا مثلا في ظروفها الصعبة دي فيه خادت ده وفضة في الملاكمة خادت في الأسقال خادت في الفروسية خادت يعني انما عايز اقول مش وحش بس عايزين نبني بقى مش هنقعد ندور على حد نحمل عليه بس ارجو ان نشوف مدى سعادة الشعب المصري بنتائج ابنائه والذي يجب ان يحيى الميدالية الزهبية انا بديها لجمهور الجزائر الجمهور الجزائري صحيح الذي اشعر البعثة المصرية انها تلعب في القاهرة صحيح صحيح بقدر شغفهم بابطالهم بقدر مسندتهم لابطالنا تنسي الطاولة تنسي الطاولة لو لا ان لعابتك خارجها من بطولة افريقيا جاهزة قدر التحقق دهب وفضة وكان قريبا جدا جدا عمر عصر انه يعني يتقدم اتنين صفر بعدين خسر اربعة مجود خارق بازلو نجوم ظهرت ونجوم عملت اللي عليها ونجوم ما كانتش جاهزة نرجو ندرس بشكل علمي وما نبخالش على الانفاق لان ميداليا بتوسع الشعب اشتركوا في القناة